وتعلن لنا عن تفرد المسيح ومحبة المسيح والغرض اللي جاء من أجله المسيح لكي يموت عن الخطيئة ولكي يقوم من الأموات حتى نحيا به فإنه أعظم إعلان لكل البشر ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم محبة مش أي محبة أحبائي مش مثل ما يقول المثل الله بحب الله يحب الذين يحبونهم فالمسيح قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس الخطاط يفعلون هكذا طب الناس بتحب شعبها وبتحب اللي من جنسها ومن ملتها ومن ديانتها إيش اللي بميز فبيقول الكتاب عن هذه المحبة إن الكل بحب ولكن المحبة التي يقدمها الكتاب هي محبة نازلة من فوق هي محبة إلهية هي محبة الأجابي محبة غير محدودة محبة غير مشروطة هذه المحبة المعلنة من خلال يسوع المسيح وتجسدت في يسوع المسيح أعظم إعلان أعظم محبة ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم تضحية حتى بذل ابنه الواحد الوحيد يسوع المسيح ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم عطية في الوجود الله بذل ابنه الوحيد كلمة الله وهنا أحبائي أقول لا تفهم غلط الله لم يلد ولم يولد الله لم يتزوج زواج الله ما عندهش صاحبي مجرد التفكير في هذا الموضوع بالنسبة لنا كمسيحيين يعتبر جحود ويعتبر كفر ويعتبر ضد الله مباشرة نحن نتكلم عن يسوع المسيح كلمة الله التعبير عن الذات الإلهية والذات الإلهية معبرة كائنة كامنة في شخص الرب يسوع المسيح كلمة الله فهذه الآية أحبائي تقدم لنا يسوع المسيح ثم هذه الآية تعبر عن أعظم خلاص من أعظم مخلص من كلمة الله ابن الله من يسوع المسيح له كل المجد ولاحظ كل غرض التجسد كما يقول كتاب يدعونا اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا أي الله حضور ومجد الله حل بين الناس وهل يستطيع الله أن يتجسد وإذا كان الله هو القادر على كل شيء هل يعصر على الله أنه يتجسد يأخذ جسد إنسان بدون ما يفقد اللهوت بالطبع طبعا أنه الله قادر على كل شيء ولكن أحبائي هذا المخلص جاء لكي يخلص يدعى اسمه أيضا يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم فالإشكال ليست ديانات والإشكال ليست الأعمال والإشكال هو مشكلة الخطيّة الفاصلة اللي حجبت وحجزت وجه الآب عن البشر وحاول الإنسان من أيام آدم إلى يومنا هذا كل أنواع المحاولات ولكن كل الأفعال وكل المحاولات باقت بالفشل لأنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله فهذه المعضلة تحلت في شخص يسوع كلمة الله الإنسان الكامل اللي كفر عن خطيانا بموته على الصليب لكي يكون أعظم خلاص وفي نفس الوقت كمخلص ابن الله استطاع أن يوفي المطالب الإلهية أو العدالة الإلهية وهو الوحيد الكامل بلا خطيئة هو الوحيد الذي يستطيع أن يكون حمل الله بلا عيب الذي يرفع خطيئة العالم ثم هذه الآية هي أعظم حياة مش أي حياة حياة ذات الله تبتدئ بالإيمان بالرب يسوع المسيح وتدفق هذه الحياة تستمر في حياتنا إلى الحياة الأبدي الدائمة المستمرة التي لا تنتهي عندما نكون مع الرب في السماء كل حين ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم وعد هذا الوعد هو الحياة الأبدية والعلاقة والشركة مع يسوع المسيح إن هذه الآية تقدم لنا أعظم رجاء لأعظم خاطئ صار فيه رجاء من خلال نظره ليسوع إيمانه بيسوع يستطيع أن يحصل على هذا الرجاء إن هذه الآية قلب الإنجيل بل جوهر الإنجيل لأنها أعظم فداء فداء تم من خلال يسوع المسيح اشترانا اشتريتم بالثمن افتدانا من لعنة النموس متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا مكتوب أيضا افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم إنه أعظم فداء للبشر ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم ذبيحة ذبيحة المسيح الكفاري الذي أحبانا وقد غسالنا من خطايانا بدمه ذبيحة المسيح ثم هذه الآية تعتبر أعظم شهادة أعظم رسالة أعظم إرسالية لأنه فيها رجاء وفيها حياة وفيها خلاص وفيها أيضا بركة كم من الملايين اللي خلصوا من خلال قوة هذه الآية اختبروا محبة الآب من خلال عمل يسوع المسيح وتغيرت حياتهم فحياتهم أصبحت شهادة وتشهد عن عمل المسيح فينا ثم هذه الآية أحبائي أعظم دعوة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إنها دعوة دعوة للتوبة لتغيير الفكر والرجوع إلى الرب إنها دعوة للإيمان والثقة بما فعل يسوع بموت الكفار على الصليب وقيامة من بين الأموات إنها دعوة للحياة الأبدية لماذا نبحث عن طريق الموت هذا كان غرض الله من البداية في سفر التثنية قال الرب لموسى وموسى قالها للشعب قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك يقول الكتاب عن الشيطان جاء لكي يصرق ويذبح ويهلك أما أنا قال يسوع أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل إنها أعظم دعوة وهي الدعوة موجهة لك الآن الله يحبك الله لا يريد أن تهلك بجهنم إلى أبد الآبدين ولأن الله يحبك يريد أن يخلصك ولكن في مشكلة المشكلة هي الخطية فجاء المسيح وعالج مشكلة الخطية إذ مات على الصليب وقام من الأموات لتبريرنا حتى إن وضعت ثقتك وإيمانك بالرب يسوع مجرد إنك تعترف بخطيتك واتتوب عنها وتقول يا رب أنا بسلمك حياتي وتعال أملك على حياتي على قلبي أنت مخلصي مجرد كلمات بسيطة ولكن تحصل على الحياة الأبدية إن هذه الآية تقدم لنا أعظم علاج وأعظم شفاء للقلوب المظلمة إن هذه الآية أعظم اختبار يتم قبل الوصول إلى السماء إن هذه الآية تقدم لنا أعظم ضمان حياة الله في كل مؤمن تظهر بكمالها إلى الحصول القيامة حياة الله أحبائي بتبتدي في داخلنا بإيماننا بالرب يسوع المسيح ولكن أحبائي هذه الحياة تستمر إلى أبد الآبدين تعرفوا أحبائي واحدة من الآيات الجميلة جدا في رسالة الرسول بولوس لكنيسة فليبي صحاح ثلاثة مكتوب آية عشرين فإن سيرتنا نحن هي في السموات جنسيتنا مواطنتنا التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء وهذه الآية بتتمشى مع كمان رسالة بولوس لكنيسة روميا إصحاح 8 والآية 19 لآية 23 فإذن أعظم ضمان قال يسوع المسيح الذي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ثم قال ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي وقال أيضا في يحنى 5 24 الحق الحق أقول لكم إن من إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية له حياة أبدية ولن يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فهذه الآية تقدم لنا الحياة الأبدية تقدم لنا ضمان الحياة الأبدية إن هذه الآية تعتبر أعظم علاج من سم الخطية في نفس الإصحاح في آية 14 اقتبس يسوع حادثة في العهد القديم عندما تمرد الشعب على الرب وأرسل الحيات ولدغتهم الحياة وكتير عدد كبير كان موت ولما صرخوا وموسى صرخ للرب قالوا اصنع راية حي نحاسية وكل من ينظر إلى هذه الحية يحية والرب يسوع قال هذا الشيء عن نفسه وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في العهد القديم كان مجرد النظر بناله الشفاء والحياة ضد الموت في العهد الجديد أحباء النظر إلى عمل يسوع على الصليب مشان هيك الشيطان بيكره الصليب وأولاده بيكرهوا الصليب مشان هيك أحباء الصليب هو العلاج الإلهي العلاج من سم الخطية ثم أحباء هذه الآية أعظم أجمل أمثل أكمل خطة للخلاص في آية وحدة تقدم لنا كل موضوع الخلاص تلخيص مخطط الله للخلاص من الجلد للجلد موجود في هذه الآية ولكن هذه الآية أيضا أحبائي ممكن اليوم تعمل أعظم قرار أعظم اختيار هكذا أحب الله العالم فماذا تقرر وماذا تختار اليوم وصلي من كل قلب أنك تختار الحياة تختار يسوع المسيح أعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف نستطيع أن نفهم محبة الله حتى يعني في الكتاب المقدس عندما أرادوا أن يعبروا قالوا هكذا هكذا يعني إيه هكذا مفيش كمية مفيش نوعية أو حدود أو سدود يعني تحتاج الأبدية الصحيقة حتى نفهم كلمة هكذا هكذا قلب الله هكذا محبة الله هكذا جوهر الله هكذا طبيعة الله المحبة إنها الحقيقة العظمة وراء خطة الله هكذا أحب الله العالم مشكلة أنا مش يعني الخطية مفهومة لأنه الإنسان خاطئ وعاص وفاسل والفداء والخلاص كله مفهوم تفهم محبة الله من الأزل إنه الله بحبني وأحبني كيف ممكن أفهم هذه المعادن وأي لغة وأي كلمات تستطيع أن تعبر عن محبة الله وإنه الله أحبنا حتى قبل ما يخلق الإنسان ويخلق الخليقة والكون كله طبيعته محبة هذه المحبة لا أعتقد رح نفهمها في هذه الحياة لأن هذه المحبة محتاجين ندرسها في كل الأبدية لما نكون في السماء مع الرب يسوع لأنه محتاجين خمسين مليار سنة مع الرب تنفهم هذه المحبة هكذا أحب الله العالم هاي الحقيقة العظمة وراء كل الخطة المخطط الإلهي للخلاص شوف خلينا أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح أربعة من آية سبعة أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله الله هو المصدر وكل من يحب فقد ولد من الله يعني ولادة جديدة ولادة روحية ولادة من فوق كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب ومن لا ومن لا يحب لم يعرف الله واو خطيرة جدا تقول أنا بحبك أنا بحبك احنا منحب لا لا يعني هنا ربطها المحبة بالمعرفة معرفة الله احنا متكلم عن المحبة الالهية طبعا ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة يعني الله نور الله روح الله محبة الله محبة هي طبيعة الله هل في إنسان في كل البشرية يستطيع أن يفهم الله هل إذا فهمنا الله فهمنا محبة الله مشان هيك احنا منتكلم بكل ما أعلن لنا وهذا الإعلان إن أراد الإبن يعني يسوع أن يعلن لك فاحنا منتكلم بما هو موجود من الوحي من الإعلان الإلهي عن هذه المحبة ولكن ندرك طبيعة الله وحقيقة الله وفهم الله نحتاج مش خمسين مليار سنة خمسمائة مليار سنة حتى ندرك أبعاد وأعماق الله أحبائي ولاحظ هون الكلام ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به هاي إرادته هاي رغبته هاي طبيعته لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطيئنا بكمل أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا هكذا أحب الله العالم ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا مستحيل مستحيل إلا إذا ربحت فينا الطبيعة الجديدة الولادة الروحية اللي مثل ما قرأت من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لم يحب لم يعرف الله فهاي استحالة إلا إذا أخذنا الطبيعة الجديدة هاي الطبيعة هو أن الرب فعلا بالروح القدس ساكن فينا من خلال الروح القدس نستطيع أن نحب الآخرين الله لم ينظره أحد قط إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا تعرف حبائي بدي أعطيك وظيفة صغيرة كل اللي بيسمعني مسيحي أولا مسلم درزي بغض النظر شو خلفيتك رسالة يحنى الأولى خمس إصحاحات أوكي خمسة مدة قراءتها ما بتزيدش عن العشر دقائق ماكسيموم ماكسيموم ربع ساعة تحدي اللي أعوز أحطه أمامك اقرأ هذه الرسالة وإذا بتقرأها بدون تحيز بدون تحيز وتقول له يا رب هاي الصلاة يا رب اعلن اعلن لي عن محبتك هو فكرك ليه الحرب بين إسرائيل وغزة ليه النزاعات والصراعات ليه كل اللي عم بصير الكوارث والدنيا قايمة قاعدة في الدنيا لأنه الناس ما اختبرت محبة الله واو العلاج موجود لكن متل ما قرأت أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة أحبائي عشان نختبر هذه المحبة هي عبارة عن ولادة جديدة ولادة بالروح القدس المولود من الجسد جسد هو المولود من الروح هو روح ينبغي ينبغي قال يسوع قال لرجل الدين نيقو ديموس يحنى ثلاثة ينبغي أن تولدوا من فو فإذن الحب الإلهي هو العنصر الديناميك الدائم الحركة لتمتع العالم بالخلاص لأنه غرض الله الخلاص غرض الله أنه الإنسان يعيش سعيد ليه ليه ثقافة الموت والحرب والدمار ليه بتعرفوا أحبائي في الحرب العالمية التانية كان جنود اليابان انتحاريين انزلوا بالطيارة على البارجات في الهاربر بيرل هاربر في الميناء في أمريكا وكان فيه ضحايا كتير اضطر الرئيس في تلك الأوقات ترومان أنه يضرب قنبلي على هيروشيما وعلى نكذاكي وراح ضحايا كتير الإمبراطور استسلم وأعلن يعني أنه استسلم شعاوز مزيد من الضحايا ولا الأمريكان عاوزين يحاربوا بالكوماندو رح يخسروا مع اليابان ورح يموت مش أقل من مئة ألف جندي في اليابان النتيجة الاستسلام قاد إلى الحرية وإلى شعب يعتبر اليوم من أرقى شعوب العالم وتخيل لو هذا الشعب بيعرف يسوع كمان بيكون أرقى بمليون مرة تخيل فإذا طريق السلام وطريق المحبة هو الطريق وهل اليوم بخلدوا لهذا الإمبراطور وبالعكس لأنه بيحب شعبه وبحب بلده مش عاوز ضحايا مش عاوز موت مش عاوز أكتر ضحايا إحنا مش جماعة انتحاريين ولا جماعة مندعي الناس للاستشهاد لأن الموت وبالذات في القتل والعنف ما فيوش مجد ومش بس أنت بتخلص على حياتك وبتدمر أسرتك وعيلتك لسنين والأم ولا الأيتام رح يبكوا كل العمر وندم بينما الزعماء والرؤساء بيسلموا على بعض وبحيوا بعض وبهنوا بعض بالانتصارات وبقية الشعب بتدفع الثمن تخيل المحبة بتخلي الإنسان يضح بكرامته وبيضح بكبرياءه فالإنسان هو قدس أقداس الله محبة الله يعني أنا يعني معنديش فوكابلر معنديش لغة تعبر عن هذه المحبة أحبائي اللي اللي رب يسوع قال ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله إيه اللي ممكن يعطي فداء إيه اللي ممكن جامع كنيسة أرض وطن كل هاي الأمور فانية والناس كلها بسبب هاي الأمور بسبب الدين والحرب الدينية الناس عم تدفع ثمن باهز وغالي جدا كل ما عليك صلاة صغيرة يقول له يا رب أنا عاوز أختبر محبتك وهذا ليس ضعف إنها النصرة لأن المحبة الإلهية هي المحبة المنتصرة التي تقدم ولا تحجم إنها المحبة التي تنتصر وتأخذ مواقع وكم من العالم اللي تغير بسبب المحبة تعرفوا انتشرت المسيحية ومات أكثر من 2-3 مليون شخص في القرن الأول 200 سنة ولم يرفعوا سيف ولا واحد طلب بنساء أو ورثة أو أملاك أو خيل أو ممتلكات بالعكس اللي كان ييجي للمسيح كان يدفع ويقدم كل شيء لأنه أدرك إنه جنسيته وطنه هو السماع ولكن برضو نصلي من أجل بلادنا ومن أجل أوطاننا بس عشان نعيش حياة كريمة حياة فيها سعادة حياة فيها فرح مش على أساس إنه منخلق ومنموت أحبائي 70-80-100 سنة وإحنا في نفس الهم والغم ليه؟ كبرياء الإنسان وشر الإنسان وإنه بدافع عن الدين إحنا مش منقدم حياتنا ليسوع مع إنه لو أدى مستعدين ولكن إحنا لا نقول فداك يا يسوع لا يسوع هو اللي قال أنا فداك أنا اللي موت من أجلك أنا مش عاوز أي إنسان يموت من أجلي أنا اللي أجيت أموت من أجل البشر أنا اللي رح أخذ مكانك ومكانك أنا اللي بقدم نفس الذبيحة أمام الله الآب أنا اللي رح أدفع التمن أنا ما بدي ذبايح كثيرة وما بدي استشهاده وما بدي ناس تموت أنا اللي بموت من أجلك هاي هي المسيحية هاي هي المحبة اللي بنتكلم عنها أحبنا أولا أحبنا أحبائي وهذه هي المسيحية محبة غير محدودة محبة غير مشروطة بقول ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة محبة أبدية لا إلها أول ولا آخر ما لهاش أي حدود ولا أي شروط يعني بعبر عنها في العهد الجديد في روميا 5 آية 8 ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا شو بدك أحلى من هيك وأعظم من هيك محبة وإحنا ضد الله وأعداء الله وخطاة وفازدين ومنستحق جهنم ونحن بعد خطاة الرب أرسل يسوع حتى يفديك أنت وأنا من الخطي يموت موت بديلي كفاري مثالي حتى يغير الإنسان ويتمتع بالحياة الأبدية على فكرة الشيطان عاوزك تموت وعاوزك تهلك وعاوز عاوزك تقد الأبدية بالهلاك الأبدي بالنار معاه لأنه بيكره الإنسان مش على سواد عيونك ولا على جمالك بيكره الإنسان لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله من أول الخليقة لما قائن قتل هبيل الرب قال له أنا عم بسمع صوت صراخ في صراخ الدم بيصرخ دماء أخيك دماء حتى الأرض ملعونة بسبب الدم وبعد ما أهلك بالطفان كل البشرية نوحه أولاده وعيلته أول وصيب يعطيهم إياها أن لا يسفك دم الإنسان فإذا واضح موضوع أن الإنسان على صورة الله هذا يفوق كل خياله كل تصور هذه محبة الله في الإنسان فالإنسان أعظم من المسجد وأعظم من الكنيسة وأعظم من الأراضي المقدسة مثل ما قلت في حلقة سابقة أن الأرض المقدسة صارت أنجس أرض ولكن بحب أنا ديها أرض المسيح بلد المسيح بيكفي أن يسوع مشي عليها ولما المسيح بيمشي كل شيء بيتقدس ولكن الأهم أنت بتتقدس من خلال إيمانك بالرب يسوع المسيح كفى للدماء كفى للقتل كفى للسفك دماء الأبرياء كفى للكبرياء كفى أنه نغامر ونقامر ونجازف في حياة الناس اللي بتدفع ثمن من أجل قيادات كمان هاي القيادات مش موجودة أحبائي أنا عن بشارك من كل قلب محبة الله هي العلاج العلاج في الزواج العلاج في الأسرة العلاج في المجتمعات ولكنها العلاج من سم الخطيئة التي لوثتنا وشوهتنا وشردتنا وأصبحت في حياتنا خطيئة فضيعة مريعة هذه الخطيئة اللي بتحجز وبتحجب ولكن الله بيّنها من خلال مجيء يسوع المسيح ألا تقبل وتقبل يسوع المسيح محبة غير مشروطة إنها محبة إلهية محبة أجابة إنها محبة منتصرة لأنه مصدرها إلهي هكذا أي بهذا القدر أي قدر الله أحب الله أجابي أجابيو 36 مرة في إنجيل يحن في بشارة يحن أحب الله كلمة أحب الله توازي التجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق توازي التجسد بكل أصالته وبكل جماله وبكل كماله على فكرة هكذا أحب الله إنها أحرف كلمات ينبغي أن تكتب بأحرف من نور ليس أي نور نور السماوي النور اللي موجود في السماء وليس على الأرض فالله محبة رسالة يحن الأولى أربعة ثمانية إنها طبيعته وجوهره تنبثق من نبع غير محدود لأن الرب هو مصدر المحبة وهو النهر المتضفق من هذه أو لهذه المحبة فإذن إنها محبة الله في رسالة يحن الأولى إصحاح ثلاثة الآية الأولى والآية الثنين انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لاحظ من أجل هذا منرجع لنفس الثيم من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه لأنه لا يعرفه فإذن أحبائي هكذا تؤكد جسامت وأبعاد محبته إنها أجمل صورة للفداء الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيان بدمه فالله أحبنا محبة أبدية الله أحبنا قبل تأسيس العالم الله أحبنا فضلا كما يقول كتاب الله أحبنا حتى المنتهى الله أحبنا أولا الله أحبنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا إنها محبة فائقة ومن كل الجهاد سواء الطول والعرض والارتفاع إنها من كل النواحي من كل الجهاد نرى عظمة هذه المحبة بل قوة هذه المحبة الغالية نرى طبيعة هذه المحبة فالله محبة ويحب هذه المحبة أولا في جوهرها أحبائي وطبيعتها هكذا هكذا أحب الله العالم أي بلا حدود كلمة هكذا ملهاش أي حدود أعظم كمية محبة مش بس كمية محبة بل أعظم نوعية إنها نوعية إلهية نوعية لهذه المحبة نهر متضفق من ينبوع ومصدر هذه المحبة ثم هذه المحبة نراها في مداها واتساعها لجميع الخطى كل من يؤمن به أحب الله العالم العالم هون الناس العالم الشرير لكل العالم ثم نرى هذه المحبة في مقياسها وعدم تحيزها وسخائها لكل من يؤمن بغض النظر مسلم مسيحي بوذي أي ديانة أي ملي هاي المحبة الله يعني الرب يسوع لم يأتي ليؤسس ديانة المسيح جاء ليتمم الغرض الإلهي لخلاص الإنسان هذا وفقت ما فيش إش اسمه ديانات يا أنت في المسيح أو خارج دائرة المسيح فإذا مقياسها عظيم غير متحيز سخية جدا في عطائها لكل من يؤمن إنها دعوة للجميع ثم نرى هذه المحبة في حدودها ومحيطها أيضا يخلص الخطى هذه إرادتهم يخلص الخطى هذه رغبته هذا ما جاء من أجله يسوع المسيح إنه من نبع الفداء من قلب المتضفق محبة لخلاص الخطى ثم نرى هذه المحبة في فاعليتها وفائدتها تكون له الحياء الأبدية هل خطر في بالك الإله القدوس البار أحب العالم النجس المحكوم عليه بالهلاك الأبدي لقد عرف عن نفسه أنه محبة إنه سر أحبائي سر من الأسرار الإلهية لأنه after all الكل من الله الكل من الله حباء هاي المحبة بعلمنا الكتاب أن نحب إنها علامة التلمزة الحقيقية بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضكم لبعض إنها محبة عملية يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل لا والحق إنه اختبار حقيقي وله ثمر ثمر الروح محبة فرح سلام الكتاب المقدس بعلمنا أن نحب الرب الإله من كل القلب من كل الفكر من كل النفس ومن كل القدرة والكتاب المقدس بعلمنا أن نحب القريب كالنفس وأن كل النموس يتعلق النموس والإنبياء بهذه الكلمة تحب قريبك كنفسك ومش بس هيك كمان الكتاب بعلمنا أن نحب الأعداء ولكن كيف أستطيع أن أحب الأعداء إذا أنا مش عم بحب الله أو أحب أخوي قال قال يسوء أحب أعداءكم بارك لعنيكم أحسن إلى مبغذيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم حتى محبة الأعداء لأنه نهر الله متضف نمتلئ من محبة الله بكل ما يحيط بنا يصبح محبة وهذه المحبة بتصل حتى الأعداء بتغيرهم وبصيروا يبحثوا عن نفس المحبة ليه؟ لأنها جوهر الله محبة الله طبيعة الله نرى أبعاد هذه المحبة العالم كله أحبائي هو دائرة محبته ليس الشعب واحد يحب كل واحد منه كأنه لا يوجد شخص آخر في الوجود غيرك تقايل يعني الله بيحبك محبة شخصية فردية كما لو أنك أنت الوحيد في هذا العالم في هذا الوجود برضو كلفت دم يسوع المسيح ابن الله كلمة الله أنه يموت من أجلك حتى لا تهلك ويكون إلك الحياة الأبدية هذا الخلاص هو عمل الله الكامل الله الآب اختارنا فهو مصدر الخلاص أظهر محبته نعمته خطته فداؤه ثم هذا الخلاص تم بإنجاز الإبن يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم هذا الخلاص أحباء تم بختم الروح القدس القدس أكد ختم علينا أننا صرنا أولاد الله بالإيمان أرسل الوعد أرسل الروح القدس وعد من جهة الله لا يفارق الإنسان بل يسكن فيه الروح ويسقيه الروح ويملأه الروح من نبع الفداء والمحبة والحياة من نهر الله بذل ابنه الواحد الوحيد المتميز وهنا الجوهرة التي تزين تاج العهد الجديد رغم بساطة هذه الآية لكننا نحتاج الأبدية لكي نفهمها ولها أبعاد صحيقة جدا إنها إنها محبة الله العميقة بذل ابنه الوحيد والكلمة صار جسدا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد مرتبطة الإبن طبعا مرتبطة بمحبة الآب الفائقة لعالم البشر الشرير أو كما قال يسوع الواهب حياة للعالم هذا الإبن أحبائي هو الإعلان الكامل الإعلان الأخير أعلن عن أبوة الآب أعلن عن محبة الآب الله كآب أعظم آب ثم الإبن يسوع أعظم ابن إنها عملية الخلاص تبتدأ من المصدر من الآب وبإنجاز الإبن إذ وقع عليه هذا الموضوع يعني الله لم يشفق على ابنيه بل بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبن معه كل شيء الآب يبذل الإبن وهذا شيء مهم إنها تمس طبيعة الله الأبوية فالخطية معادية لله فرفضك للإبن قبل للإبن يقول رفضك للإبن هو ورفضك للآب وطريقة الآب للخلاص قال يسوع أنا والآب واحد هكذا أحب الله العالم أعظم صورة للمحبة بترجعنا للعهد القديم عندما أراد إبراهيم أن يقدم ابنه وحيده على جبل المريا وقال الكتاب الرب يرى فمكتوب عن إبراهيم رأى يومي فتهلل وقال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وإبراهيم مكتوب عنه آمن بالذي يحيي الموت ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة أعظم ذبيحة ذبيحة المسيح يعني ذبيحة إبراهيم نموذج الأفصح عن نية الله ماذا سيفعل بالمستقبل ينبغي أن يرفع ابن الإنسان حتى لا يهلك كل من يؤمن به تركيز على الإيمان يرفع ابن الإيمان على الصليب وللتمجيد أيضا فهنا أحبائي النقطة الفاصلة الحاسمة والقاسمة والفاصمة بين الهلاك والحياة بين الدينون والخلاص بين الموت وبين الحياة مع المسيح هي الدعوة الثقة بيسوع المسيح والإيمان به والخضوع له والتكريس له كرب وكمخلص للحصول على الطبيعة الجديدة هذا هو الإيمان الحقيقي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأنه لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه هي الدينون إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شررة فماذا تختار محبة الله التي تقودك إلى الحياء الأبدية أو الموت الذي يقودك إلى الهلاك الأبدي الآن أدعو الرب يسوع قل له أدعوك حتى تكون ربي ومخلصي وأنا بتوب عن كل خطيئة أنا بدعوك حتى تجلس على عرش قلبي وهذا أعظم عيد في هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة شكرا شكرا